بسم الله الرحمن الرحيم رجال حاتكم مرة تانية أحياناً الواحد يسأل نفسه لو ما تمش اختراع الموبايل كان الحالة تبقى إيه فيه ناس يعني يقول لأ الدنيا تبقى صعبة جداً جداً بس الجيل بتاعنا لحد كم سنة كنا عايشين ولا كان فيه أي حال خاصة كنا عايشين زي الفل يعني آه صحيح المسألة تطورت من التلغرافي اللي بكذا اللي مش عارف إيه مسألة مسيرة بتطور الإنسان مش فيه حد بيطرح بيقول لك إن ماذا لو إن الدول الكبرى اللي عندهم السيرفرات بتاعة الإنترنت والخطوط بتاعة الإنترنت اتقطعت دلوقتي لأ أخلاص صعبة جداً جداً البنوك والطيارات والمساشفات والمعدات والحياة توقف الحياة توقف تماماً تماماً طب ما هو ده ما كانش موجود من زمان يعني الأجيال بتاعتي أنا كناش ولا عادي جداً وكانت الحياة سعيدة بالعكس كنا في منتهى السعادة ولا عندنا نميمة ولا بنقعد لشير ولا مضيعين وقتنا ولا كل الكوارث اللي موجودة دي ولكن اللي أنا بقوله ده الأمثلة اللي بضربها دي علشان نتحوط نتحوط في يوم من الأيام إن كل ده ممكن يحصل وأنا أظن إن الدول الكبرى تبقى عندها سيناريوهات إنه ممكن الإنترنت تقطع إنه ممكن الكهرباء تقطع إنه ممكن المية تبقى كذا إنه ممكن كذا وفي الدول كلها في حاجة اسمه كتاب الحرب إعداد الدولة للحرب في الكتاب ده إعداد الدولة للحرب عندهم سيناريوهات معمولة لو حصل كذا يحصل كذا ده بالنسبة للدول القوية وأنا أظن إن مصر على رأسها أما بالنسبة للأفراد فاحنا يجيب ان احنا نتعلم مما يحبوص الحقيقة ما حدث في لبنان هو أنا بس عايز أقول حاجة بسرعة بعض المنبهرين إن الإسرائيل عملته ليس فيه أي انبهار الشر سهلي جدا جدا أنا ممكن الكباية دي الثانية واحدة رمية دوقتها كسارها إنما عشان أصنعها صعب جدا جدا إنما كمان هي قاعدة بتخطط في الشر وعندها دول بتساعدها وعندها 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 صحيح إيران وحزب الله مخترقين إنما يقول لك الحرب خطحة كل هذا لا يعني كيف يعني نتحوط كأفراد خاصة إن قالوا البيجر اللي قالوا الوكتوكي اللي قالوا الموبايلات إنها ممكن تنفجر سؤال التاني الحقيقة لو ما كانش تم اختراع الواي فاي يعني كان الحال ممكن يبقى شكله إيه الإنترنت المسألة كان يبقى الحياة شكلها إيه خاصة إن إحنا هنعرف بعدين إن قالك إن أنت بتتعامل بمسألة الترددات إن أنت جايب أجهزة وأنت محاطة فيها متفجرات وديتها أوردر بكود معين بتفوكي الشفرة بتعمل ده عايزين نفهم الحكاية دي ملقناش أفضل من الأستاذ الدكتور حاتم زغلول مخترق تقنية الواي فاي شرفتني فد شرف ليه أهلا حاجة كبيرة أوي حكاية الواي فاي دي يعني حاجة كبيرة أوي يعني والله إحنا أما كنا شغالين عليها يعني بنحط المواصفات القاسية للواي فاي سنة 2000 وتسعة وتسعة وتسعين وألفين كنا عملين نقول لبعضنا إيه اللي حينشر الإنترنت يعني عملين نفكر وإحنا بنخطط ونقول إديناهم الأفلام إديناهم الموسيقى إديناهم الأخبار حنديهم أتاني كان في أمريكا في سنة 2000 27 مليون واحد بس على الإنترنت من 330 مليون فكنا محبطين جدا ما كناش نعرف إن الواي فاي والإنترنت في الإيد هي اللي حتنشر الإنترنت يعني دا اللي نشرها يعني الواي فاي يعني أنتوا بتفكروا أنت حاجة كنت إنتوا فريق طبعا لا كنتوا فريق شغالين في المسألة ما كانش في ذهنكم إنه يبقى يعني لا والله إحنا يعني أما إحنا سجلنا للاختراع لو حدقت قراءة حتلاقي إن مكتوب فيه وصف للدنيا زي ما هي النهاردة بنتكلم على الإنترنت أوف سينكز اللي هو إنترنت الأشياء وبنتكلم إنه حنبقى بننكلم أي بني آدم أو أي حاجة في الدنيا نقدر نكلمها بالترددات يعني يعني بجد الفريق بتاعك ما خدش نوبل ليه؟ لا طبعا نوبل للعلوم مش للطبيقات يعني لكن يعني أنت تفتكر إن الإنترنت والواي فاي والده دا يعني أنا لما تدرس الحاجات اللي غيرت العالم هتلاقي دي من أكتر الحاجات اللي غيرت العالم في كل شيء الحمد لله يعني هما لو كانوا عايزين يدهننا كانوا يقدروا يعني لكن طب ولا فلوس حتى؟ طبعا نرى فاتقلت لي ولا فلوس؟ لا يعني الشركة طبعا بتاعتنا عملت فلوس كويسة من الاختراع يعني يعني مستورة في عربية يعني؟ الحمد لله أكتر بكتير يعني قول لي بقى دكتور ما حدث في لبنان أنا ما حدث في لبنان ما ليست لها لاخب الواي فاي بس أنا قلنا أكتر حد يفهمنا في المسألة إيه؟ تفهم في الترددات والمسألة دي كلها؟ عايزين نعرف وكيف نتحوط إن حتى لا يتكرر خاصة إن البعض طلع قالك إن الموبايل أيضا ممكن ينفجر بطريات الليثيوم وكده ده السؤالي الأساسي في الحلقة أنا مش أتكلم وسأيب حالك في الشرق اللي ما الفكرة طبعا إن بطريات الليثيوم خطرة جدا الليثيوم نفسه مادة فعالة جدا هو عنصر من العناصر الأولانية زي الهايدروجين والسوديوم وكده في سلسلة كده يعني في هالدرجات بتبقى هي في الليثيوم في الأول يعني والأول ده معنى إنه ناشط جدا يعني فالليثيوم من أنشط العناصر فبنتطر نحطه فيه زيت أو حاجة علشان ما يولعش لوحده هو لو ظهر لو شم الأكسجين بيأكسل بنار بانفجار الليثيوم هو كعنصر لو شاف الأكسجين ينفجر فالفكرة طبعا إن أي حد يقدر يحط سلكة على البطارية ولو قدر يسخنها خلاص البطارية تنفجر عشان كده عربيات تيسلا برضو خطرة جدا أيوة بس في حاجة إن لو حتى السلكة تحطت على الموبايل ده انفجرت مش هيعمل الضمار اللي عيت حصل فيه لبنان ده البطارية الانفجار كميع بتعليسيوم وبعدين التفون كله بقى بيولع لأن التفون أغنابه بلاستيك أيوة بس الانفجارات تحت لبنان كان لها شكل تاني دكتور زي ايه يعني الانفجار لأ كان صعب جدا جدا وقيل كل اللي أنا وصلتله وأنا متابع من كل المسألة قيل إن إسرائيل بدلت الشحنة اللي كانت جاية عبر المجر وكده يعني وحطت فيها زرعت في كل جهاز ما بين أربعين عجم من عشر إلى أربعين جرام وتفجرات الليسيوم في الغالب بالحجم ده يعني يعني الليسيوم قل البروسيس اللي بتتم بقى الحكاية الترددات وإزاي يحصل ده وكده لا هو طبعا يعني الفكرة الرئيسية هنا إن يعني طبعا مش عايزين نخوف الناس من الموبايلات لا بس لو نخوفهم عشان ياخدوا بالهم في ناس بتفضل حتى عدى الموبايل لحد ما يتشحن ثلاثة أربع ساعات وكده يعني لا نقول للناس نوع عايزين نعرفهم مش نخوفهم لا طبعا هو فيه نقط مهم طبعا يعني اللي هي استعمالات آمنة للموبايل والحاجات دي كلها طبعا مش كويس إن واحد يحط الموبايل على ودنه 24 ساعة أو 10 ساعات في اليوم لازم يبقى حاطة سماعة أو حاجة يبعد الموبايل عن نفسه شوية لان الموجات اللي طالعوا بالموبايل هي نفس موجات المايكروويف نفس موجات المايكروويف اللي في البيت اه اللي في البيت بس ضعيفة بس طبعا ما تحط مدة ثويلة جدا وقرب المخ قوي مش كويس يعني فنبعد الراوتر ونبعد الموبايل عن راسنا وده أول شيء لكن الناحية التانية بقى الممكن نزرع في الموبايل يعني اللي بيبني الموبايل أكيد ممكن يقدر يحط فيه انه لو وصلوا ارسال معين يعمل حاجات غير اللي الموبايل بيعملها أديك مثال مثلا من ناحية تانية خالص في نظام الجي السيم نفسه اللي هو المكالمات العادية يعني كل مكالمة بتتسجل مش المكالمة نفسها معلومات المكالمة مين كلم مين والمكالمة كانت طولها قدي ايه المعلومات دي بتتسجل في الشركة الشركة دي حاليا في اسرائيل كل مكالمات العالية تاني تاني المعلومة دي كل مكالمة كل مكالمة جي السيم اللي هي والده النظام ده مش خلص؟ لا ده 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 نظام المكالمات العادي اه ما الارضاتي 5 جي و 4 جي وكه دول الداتا للمعلومات عندما الجي السيم ده للمكالمات في مكالمات دلوقتي ممكن نعملها على الواي فاي وعلى لكن العادي التليفون العادي من مكالمة لمكالمة توجي بتقول كل ده مسجل معلومات المكالمة لا اشرحها لي تاني فترة يعني المكالمة مثلا انا اتصلت بحضرتك رقم تليفوني ورقم تليفون حضرتك ومدة المكالمة متسجلة في شركة في اسرائيل الصين مثلا معترضة على كده بتقول لا انا مش معلوماتي ما تتسجلش يعني واحد صيني بيكلم واحد صيني تتسجل معلومات المكالمة في حتة تانية وهم بيعملوها ازاي وبأمارتي وليه ده ده في النظام الجي اسم نفسه هم اللي اخترعوا مثلا لا العالم اخترعوا قالوا الشركة دي حتمسك البيانات يعني العالم ادى كل ما يحدث ليه لإسرائيل لشركة في اسرائيل اه ده كان والجهاز والجي اسم بيخترع ده الكلام ده بتكلم بما فيها الدول العربية كلها وكده كل الدول كل الدول العربية يعني معنى كده ان احنا يعني حياتنا كلها عندها اه بس هي يعني مش معلومات الجوة المكالمة لكن معلومات المكالمة نفسها مين كلم مين عشان يعملوا إحصائيات ويحسنوا الخدمة يعني فده يعني عايزين نقول ان الحماية كدولة الحماية الرئيسية من اللي حصل هو ان احنا نعمل اجهزة بتاعتنا بنفسنا مش لازم يا مسيب عندنا شبه الموصلات وكل التكنولوجيات لكن نبقى على المصممين الجهاز بنفسنا وعارفين كل شبه موصل فيه بيعمل ايه؟ فده صعب يا فن بك؟ مش صعب لا احنا انا شركتي كانت عامل الجهاز ابلي كده يعني فمش صعب جهاز موبايل؟ اه ان شاء الله الحمد لله تقول لنا اسمه ايه؟ لا هو اسمه P1 prototype 1 يعني جهاز نموذج يعني فده موجود وبالطريقة دي امن يعني احنا عارفين كل حاجة فيه بتعمل ايه ومفيش سلكة زيادة مفيش اي حاجة زيادة يعني طيب معنى كده ان انا رمج اجيب الموبايل الموبايل زي ما احنا عارفين ان ما فيش شركة واحدة بتصنعه ده مجموعة حاجات كثيرة جده بروسيزوش حاجات كثيرة جده كده وبتتجمع يعني مش كده؟ صح الحتة النهائية اللي بتجمع بقى هل هي اللي ممكن بتلعب في المسألة دي؟ طبعا اه الشركة اللي بتجمع التليفون او بتصمم التليفون اللي اللي بتجمع يعني مصنع بيتقل وعمل كذا بيعمله لكن الشركة اللي بتصنع اللي اللي مصمم الجهاز زي ابل نفسها ابل ما بتبنيش لجهزة بنفسها بتبنيها في الصين وفتنم وكده يعني فالشركة اللي بتصمم التليفون ممكن تحط فيه حاجات كثير جدا طبعا ايه بس دي شركة في البورصة ودي شركة يعني وشركة عاملة مليارات وشركة بدأت تبقى هل تغامر بكل هذا النجاح؟ يعني اكيد فيه حد هيكتشف لو عملت حاجة خاصة من المنتج بتاعها يعني معروضة على ايد علماء ومثقفين كثير يعني فهل هناك فيه شركة ممكن تغامر بهذا النجاح المزهل؟ ادي حضرتك مثال شركة انتل اعترفت ان كان فيه ثغرة في شبه موصل عندها او في البروسيسر اللي جوه الكمبيوتر ان يقدر واحد بمعلومات معينة يخش على الكمبيوتر ويقرأ كل معلومات الميموري بتاعت الكمبيوتر وقالوا ان دي غلطة مش ممكن مش ممكن غلطة يعني بدليل الهاكر يعني بيدخلوا يوميا وفي حتة مهمة جدا وبيعملوا رغم كل حاجات السيفتي يعني يقال ان مثلا الايفون ده مور سيفتي علشان قابل وكذا وكذا انما بتكتشف لا مش حاجة اسمها كده لان الابليكيشن اللي موجود عليه يقال ان هذا جهاز استقباله ارساله انت ومسألة ان انا اقعد اكلم حد اقول له مثلا انا والله فيه دوة الكولسترول ناقص مثلا يعني او ده هو الضغط ناقص فافتح التليفون عموصة ليه حاجات كتيرة جدا عن ده لا هو التليفون طبعا قادر انه يتصنط علينا طول الوقت وجوجل بتسمع كل كلمة بدليل ان احنا مثلا ممكن في اي وقت تقول جوجل والتليفون يتفتح يا فندم انت فيه برامج بتدخل على جوجل فيه بعض الخطوات بتعملها بتمسح كل الكلام ده متسجلة وموجودة عندك مش بيقولك انها بعيدة عندك ده متسجلة انتك كزا في الساعة كزا كل الكلام ده صح وفيه برامج بتدخل بتمسح انا اقول لحضرك نقطة يعني على الموضوع ده او هي حقيقة يعني بس ظريفة يعني فيه واحد اشترى تليفونين جداد وقفل الداتا على تليفون وفتح الداتا على تليفون تاني بس حط مرأبة على الداتا اللي بتتبعت فلاقى التليفون اللي المفتوح مثلا وهو سبق كل الحاجات مفتوحة اللوكيش ولف شوية فلاقى ان بعتت حوالي مثلا 350 الف معلومة لجوجل التليفون اللي كان قافل في الداتا اول لما فتحها بعت اكتر يعني مثلا بعت 400 الف اكاين كان عنده وقت يفكر ويحلل المعلومات فبعت المعلومات وتحللها ايو بس ده دكتور بتعمل قبل الزكاة الاصطناعية ما ينتشر عملوها ازاي؟ لا هم بياخدوا المعلومات وهم عندهم بقى التحليل للمعلومات دي بالوقت طبعا الزكاة الاصطناعية بيستنتج من المعلومات الكتير اللي عندهم احنا نويين نفكر في ايه؟ يعني انت مثلا بتبقى بتقول كلمات ملهاش علاقة ببعض ومرة عادت ليه انت مثلا الناس تقول ده انا بس بفكر لا هو عارف تحتفكر ايه ما انت قلت تلات اربع حاجات ده الحقيقة حاجات يعني تخلي الواحد يعني فوق الخيال يعني يعني احيانا والله انا كنت مثلا كنت زمان بدرسه الجامعة كنت ادخل المدرج كلام ده ممكن من 15 و 20 سنة كان لسه الموبايل ده وكده هيت فادخل المدرج الاقي الطلبة كلهم اقول مين معه ومين مش معه موبايل يرفع ايده فش حد مين معه موبايل الاقي كله ووافع ايده فابقى مستغرب جدا طب مين اللي مش معاه يمكن اتنين تلافة فاسألهم انتوا قبل ما يبقى معاكم الموبايل انتوا اولا بتستخدموه في ايه اولا واحد اتنين ارتين كنتوا عاملين ازاي كله قولك عشان ام وابويا يتطمنوا علي ويس وبالتالي انت بتلاقي سوري المتسول في الشارع مع موبايل بتلاقي الناس اللي هي غلابة جدا 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 وهم ولادهم عم موبايلات يعني المسألة وبالتالي والوضع هكذا يا دكتور كيف نتحوط سيبك بقى من المكالمة طويلة مش طويلة كيف نتحوط ان ما يحصلش عندنا لقدر الانفجار ازاي نتحوط من هذا الجهاز اللي هو قاعد بيتصنط عليك الوقت كله والله يعني دي النهاردة صعب انا بقول ان احنا دلوقتي بقينا عريانين في بيت ازازة مع الانترنت ومع تقدم الاجهزة بالطريقة اللي تقدمت بيها كدولة الدولة لها دور هنا وانها يعني زي ما قلنا انها تعمل اجهزة وتبقى على الاقل معلماتنا معانا يعني انا ما بقولش يعني لو عملت اجهزة هو ايه الفرد طبعا لو عملنا اجهزة خلاص مش حد تاني بيتصنط علينا لو الدولة هو بيتصنط عليها عشان الجهاز ده مش انا اللي عامله الشركات امريكية في الغالب هي المتحكمة في الموضوع ده ما تحكم فيه انا هنا جوجل وابل مسكين يعني جزء كبير من السوق يعني انا مش عايفة ما صعب اقول ان انت تقول مش هستخدم جوجل واقف الجوجل اه الصين عملتها يعني في مشكلة واي وي دي الصين واقفت على الرجلية وعملت نظام خاص بيها وفيه طرق دلوقتي وعمل حتى بعض الابليكيشن اللي مكسر الدنيا بي تيك توك ده والمصيبة وكده طبعا يعني فاحنا محتاجين نهتم يعني كدولة نهتم او كدولة عربية نهتم بالموضوع ده وننتج منتجات تحمينا في نال انت صعب تحمي نفسك من امريكا باجهزة امريكية يعني ده بديه معك حقا معك واتمنى لناس كتيرة جدا تفهم يعني ان المسألة ان انت حاجاتك كلها عند عدوك دكتور بيفجئنا ان شركة اسرائيلية كل مكالمة في العالم مضمونها والساعة كام وكذا وكذا ويعني في مع علم تحليل المضمون يعني فيه طرق كتيرة جدا جدا اذا سين بيكلم صاد مثلا في دولتين كذا 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 كل يوم مرتين ثلاثة يقدر يطلع بنتيجة لما يعملها يعني واشياء كثيرة جدا جدا في علم الاحصاء وفي تحليل المضمون الكام والكيف وديه مسألة تانية خالص وبالتالي انا دكتور سؤالي كيف احمي نفسك فرض من مثلا الانفجار هل هذا التليفون ادى خطرة في ايدينا يعني هو فيه كلام كتير من فضلك لا من فضلك انا مش عايز كلام دبلوماس انا عايز الناس تبقى عارفة التليفون كتليفون طبعا مش مقصود ان يبقى جهاز يعني سلاح لكن للأسف لو حد عايز يعملوه سهلة يعني للأسف يعني انا اعرف انه ممكن من خلال التتبع وي 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 اللي يجيبك من اي حتة انت فيها مفخيات التتبع بالزبط هل مسألة التتبع انت ممكن تقفلها في التليفون مثلا شكليا تقدر لكنهم يقدر يفتحوها من غير اذنك لا طيب مسألة البطارية وانفجار البطارية دي صعبة يعني البطارية نفسها لو وصلها حرارة عالية بتنفجر ودي حصلت كان بعد افتكر تليفونات سامسونج في فترة كان بتطلع الطيارات ويحصل نوع من اه قيل كده اه ولا دي حقيقة وكانوا بيسألوا لو معاك تليفون سامسونج سلموا وده كان معناه ايه يا فندس؟ كان بسبب ان البطاريات فيها عيب معاقلة الضغط فوق بنفجر حتى والتليفون مقفول؟ حتى والتليفون مقفول اه يعني البطارية نفسها فيها عيب فكانوا بيقول ما تشيلش البطارية وما تطلعش البطارية من التليفون حاجات كتير اه طيب معنى كده دكتور ان التليفون لما يسخن يبقى ده دليل خطر طبعا وبالتالي على اللي بيستخدم التليفون يعمل ايه؟ لا يعني لو التليفون سخن طبعا ياخدوا يحاول يصلحوا او يقلل البرامج اللي هم جمعيها عليه انا فاكر لو بذكركم التمره بصلي الجمعة الحقيقة وبعدين ركنت العربية وحطيت الموبايل فيها رجعت بمسك الموبايل لقيته مولع طبعا وروحت عامل التكيف وحطيته كده صحيح فضلت حط تكيف كده قدام التكيف لحد ما بيرد ده كويس انا كنتش عرف انه ممكن ينفجر او كده بس المسألة انا عملت ده لما كنتش قادر يمسكه لانه كان محطوط في الشمس بعد كده سألت قالك ده كويس اللي ما انفجرش نعم بالزبط وبالتالي ان الموبايل او الاجهزة دي يجب بغض النظر عن ما حدث في لبنان تبعد عن اتفاق درجات الحرارة بالزبط اتنين انه ما يتحطش في الشاحن كتير اطول مما يجب لانه بياخد شحنة زيادة فممكن تعصر فيه اه طبعا انا عايز اقول موضوع تاني يعني اللي هو علاقة باللي هم تكلم عنه الحروب حتتنقل في السنين الجاية اللي هو حروب كهرومغناطسية ودي بدايتها يعني يعني ما حدث ده نسميه الحرب الكهرومغناطسية اكيد مش الالكترونية لا دي استعمال بقى كهرومغناطسية ايه بقى حكاية الكهرومغناطسية باختصار ايه ايه الكهربا ايه كهربا لما بتتحرك احنا فاكرين اما كنا من عدي طيار في سلك بيسبب مجال مغناطسي ده اسمه كهرومغناطسي فالكهرومغناطسية متحكمة في حاجات كتير جده الدوق كهرومغناطسي الشعة اكس كهرومغناطسية فالكهرومغناطسية بتغطي طيف كبير جدا من الموجات كان الاتحاد السوفيتي بيجرب افتكر في حاجة وخمسين اتحسوا بيت ده اللي هو روسيا دلوقتي السيد دكتور بيتكلم على زمان يعني كان بيجرب كنبيلة هيدروجينية كبيرة قوي فخافي جربها على الارض فطلحها خمسمائة كيلو فوق وفجرها فوق سايبيريا لقى ان في دايرة كترها الف ومئتين كيلو الف ومئتين كيلو تحت الخمسمائة كيلو دي ينهار كتر الف ومئتين كيلو كل حاجة كهربائية فيها اسلاك النقل الكهرباء كله تحرق فدي بدأ يعني فتحت عينهم ان يقدروا يحربوا بعض كهرومغناطسية مزتها ان ما بيقتلوش حد وبيضمروا البنية الأساسية البنية الكهربائية بالظهر بس في الاخر برضو اتأثر يعني هذا الضغط حبتتكلم على مصيبة الهيدروجينية الناس لا بس كنبيلة نفسها ما بيوصلش الاشعاع المضر بس بيوصل زي بلس أو صدمة كهرومغناطسية بتحرق كل حاجة فالزريف فيها يعني بيقولوا ان الدول ما فيش زريف فيها فان لا لا حضرتك الدول العالم الثالث لو حصل لها كده حنعيش يعني حنتصرف بيقولوا ان الأمريكان 40% منهم يموت خلال سنة لو حصل حاجة يعني اتصرف لان ما عندناش الحاجات المتقدمة وحياتنا مش مؤتمدة قوي على الحاجات المتقدمة بالزبط بالزبط يعني ف يعني دي اللي بيقولوا عنها يعني ف دي نوع جديد من الحروب حالك بتقول لي ان الحرب المقبلة هي حرب كهرومغناطسية وبشكل عام هي حرب إلكترونية يعني ما اسألت الجيوش والحاجات عندنا شفنا نموذج محاشو ياخد داله منه الطائرات المسيرة بالزبط الطائرات المسيرة دي يعني الأول كانوا أخدينها لعبة بنصور بيها مش عافية بنلعب بيها بتاع وكانت حتى بتتبعوا تدخوا في المطارات عادية جدا جدا اه من خمسين كتبت في الأهرام قلت خلوا بالكم دي ممكن تعمل عملات والله ممكن تعمل عملات إرهابية في الأهرام طبعا ف ده نموذج مصغر قوي قوي بالزبط المرة اتنين ما حدث في لبنان بيفتح لنا على ان لأ ده فيه ده طبعا غير الحروب التانية طيب دكتور البعض أشار على ان اللي عمل كده ممكن يوقع طيارات وراح للزهن على طول الطيارة اللي وقعت الفرنسية اللي وقعت في سينة المصرية المصرية التاروسية كانت اه يعني اه ودي عادوا يدوروا ويحللوا مش لقين اي حاجة خالص يعني او الطيارة المصرية في نيويورك لا خليني في الهنة دي الاول لانا كانت الأرض مصرية ودي احنا عارفين التداعيات بتاعتها السياحة اللي توقفت واللي حصل والدنيا والدنيا خربت وما عارفناش وقيل وقتها بس الناس بتنسى ان كان فيه مش عايف طيارة اسرائيلية بتعمل ايه وكان فيه اشعاع اسرائيلي ايه وكده سؤال هل حرب الكاهرومان التصية بتستطيع انها توقع طيارات اه بلا شك يعني فيه يعني المعروف حاليا ان فيه ليزر يعني بيوجهه حوالي خمسة وربعين الف وات من الليزر تقدر تحرق اي حاجة في طريقة الكيلومترات ذا ممكن يعني يعني اذا مسألة ان هل لو حد فكر بالطريقة ان انا بفكر بيها دي ممكن اعادة فتح الملفات مرة اخرى وان على الاقل يعني الاستجلاء الحقيقة يعني لبعض الطيران وبعض الحوادث الطائرات الغامضة يعني فيه طائرات غامضة الطائرة بتاعت ايران رئيس ايران وماليزيا وماليزيا يعني حاجات غامضة جدا جدا يعني هل من الممكن ان يبقى وراع حرب كاهرومان سيد ابدأ لا شك يعني للأسف طبعا ان لحد قريب كان اغلب الطيرات معمولة من ايرباس او من بوين ما بين اوروبا وامريكا بالضبط لكن دلوقتي الصين انتاج الطيرات يعني هيبقى عندنا تنوع والتنوع دا مفيد بلا شك وان شاء الله ننتجحنا قريب ويبقى خير بإذن الله دكتور حاتب زخنول مخترع تقنية الواي فاي انا بشكرك شكرا جزيلا متشاكر بفضلك فلا انا متشاكر جدا شكرا حبيت بقدر الامكان ان انا ما عديش موضوع لبنان بدون احنا ناخد مباركو النهاردة كان معنا الدكتور غنيئ هي ازاي عندنا الدروس المستفاد عشان فيه حاجات في حياتنا ما تعديش واحنا مش هنا وتخلينا نفكر اكتر وكيف نتحوط كدولة وكمؤسسات وكأفراغ اتمنى ان الرسالة بتاعتنا تكون وصلة السلام عليكم